اشتركوا في القناة محمد أبو العزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشئون القانونية بالمصالح الحكومية وعادة لجنة حقوق الإنسان سيد المستشار أهلا بك نورتنا احنا هنتكلم النهاردة يا سيد المستشار في المؤسسة اللي حضرتكو عاملينها وحضرتك رئيس مجلس الأمناء بتاع المؤسسة الموضوع شديني جدا وموضوع عايزة أقولك تقريبا من جديد يعني أعتقد أن ما فيش كتير في يعني آه أكيد حد فيه تكلم بس ما حدش تكلم فيه في الإعلام كتير فعايزين نوضحه للسادة المشاهدين أول سؤال عندي عايزك تعرفني بالمؤسسة تعريف قانوني طبعا زي ما حضرتك عارف ودورها وهيقيتها الاعتبارية القانونية فضل السيد المستشار الأول الرحيم رحبا حضرتك وشكرا نورتين يا فاني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خليني أقول حضرتك قبل ما أقولك إنشاء المؤسسة خليني أوضح أهداف المؤسسة قبل إنشاءها إنها كان لها أهداف قبل الإنشاء أكيد قبل الإنشاء عشان كده اتفقتوا على إنشاءها بالضبط أهداف المؤسسة هي رقم واحد خدمة المواطنين المترددين على الجهات الحكومية وحيمايتهم أو توعيتهم من ابتزازهم داخل الجهة الحكومية سواء كان ابتزاز مادي أو معنو اتنين هو تفعيل الديمقراطية وسيادة القانون داخل الجهات الحكومية ومساعدة الجهات الرقابية في تفعيل دورها والكشف عن الفساد داخل وحدات الجهاز الإداري للدول رقم ثلاثة ويمكن هو آخر هدف هو جلب بعض من الحقوق المسلوبة من السادة الباحثين والمحققين القانونيين داخل الجهات الحكومية طرع مصالحهم داخل وخارج نطاق عملهم على مستوى الجمهورية ويمكن أنا ذكرت حماية الأعضاء أو جلب حقوق الأعضاء رقم ثلاثة لأن هدفنا كلنا هو المواطن رقم واحد رقم اثنين انهاء الفساد في الجهات الحكومية ومساعدة الجهات الرقابية ومساعدة السادة الرئيس الجمهورية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموجودة دلوقتي لمحاربة الفساد طيب أنا معلش أنا هقطعك في حتة صغيرة كده أنا كنت متصور أن أول هدف الهدف الثالث اللي هو المحققين لا خالص 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 إحنا فئة من المجتمع تمثل عصب الحكومة ولكن هدفنا الأول والأخير هو الوقوف بجانب الجهات الحكومية والجهات الرقابية في إفعال القانون وتفعيل القانون فطبعا الهدف الثالث ده مش جوهري ولكن هو رئيسي ولكن الجوهري هو خدمة المواطن الأول فيها خلينا نرجع للسؤال بتاعنا ليه تم إنشاء المؤسسة هي المؤسسة أشهرت في 2016 برقم 10150 طيب جمعية أهلية أو مؤسسة أهلية تخدع لقانون الجامعات والمؤسسات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي زي جمعية المحاربين جمعية الطيارين وهكذا تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي طبعا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي طيب في كل جهة حكومية في إدارة اسمها إدارة الشؤون القانونية الإدارة دي جوه هي تعمل على تفعيل القانون داخل الجهات الحكومية إدارة الشؤون القانونية للأسف بعض من المواطنين والمسؤولين بيفتكروا إن اللقاء الجوه ده هو محامي وبالتالي يخضع لانقابة المحاميين للأسف هو باحث قانوني أو محقق قانوني داخل الجهة اللي يعمل فيها طيب في سؤال مهم جالي كده هل من شروط المحقق أو الباحث القانوني في أي إدارة شؤون القانونية الحصول على كرنين نقابة المحاميين؟ لا يا فندم خالص مش شرط خالص ده بالعكس ده هو بمجرر ما يتم تعيينه داخل الحكومة أو داخل المصلحة الحكومية بيتم رفع اسمه من نقابة المحاميين بس بيبقى قادوا نقامها بس قادوا غير مشتغل خالص خالص لا يمت صلة بالنقابة من قريب أو من بعيد خالص بيخضع لقانون العاملين اللي هو قانون الخدمة المدنية بتاع العاملين بالدور 2005 لا واحدة من نقابة ساعة 2016 آه 2016 بيخرج من المحاماء بيتم تعيينه في الجهة الحكومية وبالتالي بيفقد صفة المحامي وملوش علاقة بالنقابة من قريب أو من بعيد ليه ده موضوع تاني؟ طيب هل الباحث القانوني أو المحاقق القانوني بعد ما يتم تعيينه داخل الجهة الحكومية ليه من يمثله قانونيا؟ لا لا ليه نقابة ولا ليه جامعة فبدأنا أن نحن نحط أهدافنا اللي أنا ذكرتهم فوق وبدأنا أن ننشئ أول كيان قانوني يمثل المحقق القانوني داخل المصالح الحكومية المؤسسة اللي حضرتك وهي المؤسسة أعضاء الشؤون القانونية بالمصالح الحكومية المشاهرة بقم عشر ثلاث لسنة 2016 ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء ويمكن ده هدف إنشاء المؤسسة إن إحنا نجمع بعض جمعين العمومية المؤسسة قد إياها سنة المصر لا إحنا لو هنتكلم على الفعل اللي موجود داخل الجهات الحكومية فوق الـ 140 ألف محاقق القانون مشتركين لا أنا أتكلم عن المشتركين يعني يمكن نعدي الخمس تلاف أو طبعا برضو رقم يعني آآ طبعا ومتواصلين مع بعض بشكل مباشر وفي أعضاء مش داخل المؤسسة ولكن هما وفيه تواصل طبعا إحنا على مصرات جمهورية في جميع الأحياء الوزرات المصالح الجزء الداري كله داخل كل جهة فيها باحث قانون كويس تفضل وهذه فكرة إنشاء المؤسسة هنيجي نتكلم لوها حضرتك عايز إيه الدور اللي نقدر نقدمه للجهات الحكومية أو الجهات الرقابية ويمكن ده هدف من الأهداف التلاتة إن احنا في الفترة الأخيرة كان فيه تردد من المواطنين على المصالح الحكومية بشكل مباشر عشان كانوا التصالح والحاجات دي طبعا كلنا نبقى واضحين مع بعض إن احنا عارفين مظاهر التسيب والقصور اللي موجود في أغلب الجهات الحكومية ومش كلها سواء كانت وزارات في أحياء أو في محافظات كلنا عارفين إن السيد رئيس الجمهورية بيحارب الفساد والمفسدين الفترة اللي فاتت ويمكن احنا لمسين دور الرقابة الإدارية الفترة اللي فاتت فيه تفعيل القوانين بكل حسم على كل من هو فاسد داخل الجهات الحكومية طبعا أنت وصلتني السؤال مهم بما أن حضرتك ذكرت الرقابة الإدارية ليه ما يبقاش فيه استقلالية لقطعات الشؤون القانونية في الدولة استقلالية وحصانة تمام تبقى تبعى لوزارة العدل تبعى للرقابة الإدارية تبعى وتفر إيه الهيئة اللي هي تتبع لها ولكن لازم أنا شايف من اللي حضرتك بتقوله لازم يبقى لها استقلالية وليس تبعية لمرقوص يعني عدو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة شركة حكومة أو رئيس المصلحة بيوجه الشؤون القانونية حولي العامل الفلاني أو الموظف الفلاني لجنة سلسية اللي هو القانون 200 و 3 سنة 2003 على ما أعتقد تمام ليه ما يبقاش فيه فيه استقلالية وهل انتو عملتوا أو طرحتوا مشروع قانون لمجلس النواب مثلا تطلبوا فيه كده يمكن حركة اختصرت كتير ولكن خليني أوضح للمشاهد ل Buddy لا خليني أنا معاك قانوني عايز أسمع من حضرتك كل حاجة الأم فضل أن السبب من أسباب التصيب والقصور داخل الجهات الحكومية من ننتو ماركوش استخلالين هو هو طبيق المركزية يعني جهات الحكومية دي بيتم الرقابة عليها عن طريق المركزية اللي هو إيه جهاز مركزي المحاسبات هيئة الرقابة الإدارية النيابة الإدارية ده طبيق المركزية يعني طبيق المركزية يعني عضو النيابة أو عضو الجهاز المركزي من المحاسبات أو عضو الرقابة مش قاعد في الجهة مش جوه الجهة ومش قادر يوصل لجوه الجهة فده بيعمل خلل من الفساد الإداري خلينا كلمة الفساد مش أول ما أقول فساد فأنت تيجي في بماغك الفساد المالي لا في فساد إداري طبيق القانون طبقا لأهواء رئيس المصلحة نجامل ده ما نجاملش ده من الحشية اللي معاه هو مش محمي بالقانون هو محمي برئيس المصلحة فده من أسباب التسيب والقصور في داخل الجهات الحكومة طيب هتقولي طب ما فيه الباحثين القانونيين موجودين وانت بتقول ان المحاقق في قدرت الشيون القوانية هو دوره انه هو يفعل ودوره انه هو يمشي القوانين داخل الجهة الحكومية ما احنا هنرجع بقى للنقطة اللي هو للأسف للأسف قانون الخدمة المدنية حط تباعية الشيون القانونية لرئيس السلطة المختصة السلطة المختصة هو الوزير المختصة او المحافظ المختص وما يفوضه يعني رئيس المصلحة تحت منه ادارة الشيون القانونية والمحاقق القانون فاصبح القانون تابع وليس له قوة القاضي مستقل القانون نقول يعني بعمة الشعب يقولك ايه ده هيتنفس بقوة القانون لا يا فن ده هيتنفس بقوة اهواء رئيس المصلحة احنا دخلنا كده ان القانون تابع وليد المرتعشة لا تصنع قرار انا كباحث قانون لما بكون قاعد في مكاني ببقى عامل مراعاة ان الموضوع اللي قدامي ده لو هو في الاخر خالص مش ماشي مع اهواء رئيس المصلحة اللي انا هاعرض عليه هيتم اتخاذ اجراءات تانية كتير هيرجع يقول لي لا اعيد المذكرة لا نجامل ده لا نخفف على ده واصبحنا في مساومة اصبح القانون قاعدين قاعد مع الباحث القانوني او المحاقق القانوني ورئيس المصلحة بيساوموا بتساومني على ايه بتساومني على تطبيق القانون تبقى لما تراه مش تبقى لما يرى القانون فاصبحنا ان احنا بنقول حتى قانون 47 اللي هو قانون قبل خدمة مدنية كان برضو حاطب تبعية الشؤون القانونية للسلطة المختصة طب هنا في سؤال عندي مهم جدا طب لو السلطة المختصة بعد انا ما حققت في الموضوع تلقيت متورطة اروح فين بالزبط كده انا اروح فين انا اقدم ورقي فين هل انزل اقول له هل النيابة الادارية لازم يعدي على رئيس المصلحة بقى قبل حتى انت قبل احالته للنيابة الادارية هو يرفض او او يوافق يقول لي ايه ده افندم انت هتوردين انا بيابة ده اه طبعا اي طبعا فاصبحنا ان احنا بنتكلم فقدنا الحيادية يعني يمكن مجلس الدولة العريق قال في بعض الطعون ان المحقق او التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والحيادية والعدل ولا يتحقق ذلك الا اذا تجرد المحقق من اي ملوء ميول واسس على ذلك ان سواء كان العقاب جنائي يعني اتحكم عليه جنائيا او اداري انا طبعا ما بحكم على موظف بحكم اداري يرجع الى امانة واستقلالية ونزاهة المحقق طبعا ما بحكم ملاحظة مجلس الدولة دي طبعا اذا كان جلسة 3285 رقمه وكان جلسة 1359 ده الموضوع من زمن يعني يعني انا عايز اقول له حضرتك ولا حياد ملاحظة مجلس الدولة دي لوحدها ده مشروع قانون يبني عليه مشروع قانون اذا حضرتك بتقوله ده طبعا ماشي يعني انا ليه خلفية بسيطة على القانون بس اللي حضرتك بتقوله ده ده يتعامل عليه زي ما بتقول كده مزبوط 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 اذا كان من اولويات المجلس النواب حاليا انه هو يقف بجانب ساد رئيس الجمهورية طبعا وده دوره انه هو لازم يستمع للقضية بتاعتنا لانه احنا كشؤون قانونية بنتعرض لضغوط كتير جدا جدا داخل الجهات الحكومية عشان تغيير القوانين او تحوير القانون او تحوير الموضوع عشان طب فلن فيه تواصل بينكو بين لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب لا طبعا ما فيهش فلن احنا طبعياتنا الاول والاخير لا فكرة ان حضرتك ماشي تمام انا معاك بس انت انت كمؤسسة مستقلة دلوقتي عايز تطرح مشروع قانون باستقلاليتكو كمحققين هقول لك فان النقطة دي كان الدكتور أشرف العربي لما كان وزير التخطيط او قال وكان بيفكر ان هو يعزز من دور الباحث والمحقق القانوني داخل الجهات الحكومية لتخفيف العبق على القضاء الاداري يعني ايه يدينا شوية صلاحيات صلاحيات عشان القضاء الاداري بدلا ما يتحول له عشر اواضي احنا نفصل فيهم فيبدأ الموضوع ثلاث اواضي ثلاث اواضي طيب واحنا عندنا عناصر من اكفأ العناصر بحسين القانونيين من اكفأ العناصر وكان ليه مدخلة تليفونية مع السيدة اللواء ويمكن ده انا اعتذب رأيه جدا جدا كان السيدة اللواء محمد ابو حسين وكيل هيئة الرقابة الادارية سابقة وكيل هيئة الرقابة الادارية سابقة وقال ان هو عضية في غاية الاهمية وكان في بعض الاتجاهات سواء كانوا بيعملوا ايام كانوا بيعملوا الدستور في 2014 ان المحاقق القانوني والبحث القانوني لازم يتم تفعيل دوره ولازم يبعد عن الجهة الادارية هو ابن الدايرة هو ابن المؤسسة هو ابن الجهة الحكومية هو قدرة باللي جوه ايه وهو اللي يقدر يطبق القوانين بكل حزب وما يزلمش ما بين موهزفين او مواطنين قدمنا فندم في 2017 في شهر واحد في 2017 كان مجلس النواب القديم والمشروع القانون بدأنا نسأل عليه جوه مجلس النواب وماقدرناش نوصل لحاجة طيب اخر خطوة خدناها خدناها بتاريخ 14-1-2021 ودي بعتنا مذكرة لسيد المستشار حفني جبالي رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس انه يتدخل ويسمع لمطالبنا هل هي مطالب مشروعة ام مطالب تهدف لمصلحة يمكن حضرتك لو محتاج ان انا اقول مطالبنا يمكن دي مذكرة اللي احنا عملناها ديني بس في اختصار عشان الوقت وكانت مطالبنا هي اصدار تشريع ينظم عمل الشؤون القانونية واستقلاليته واستقلال المحاقق القانوني عن الجهة الإدارية وذلك للربط ما بين الجهات القضائية موضوع ده يروح نيابة الإدارية يروح موضوع ده يروح رقابة الإدارية دون التدخل من السلطة المختصة وللأسف السلطة المختصة في بعض الأحيان ما تبقاش قانونية يعني مثلا هنيجي نتكلم في وزارة الصحة فهو طبيب رئيس السلطة المختصة وكيل الوزارة مثلا ده دكتور هنيجي نتكلم في التربية والتعليم هون درس هنيجي نتكلم فبدأنا ان احنا نتكلم ان انا بجأة تناقش معاه حتى هو مش قانوني عشان يقدر يفهم اتنين استقلال الشؤون القانونية في العمل وعدم تبعيتهم لجهة الإدارة وبالأخص من النحية الفنية في إبداء الرقم رقم ثلاثة ان احنا يبقى تبعيتنا خارج الجهة الإدارية ليه؟ لتفعيل القانون وسيادة القانون وطبيقوا بكل حيادية وشفافية ونقدر نساعد الدولة في النهية تكمل طريقها نحو إصلاح البلد بشكر حضرتك سيادة المستشار معلش احنا الوقت سرقنا طبعا حضرتك هتبقى اه طبعا يعني ده احنا لسه ما خلصناش يا جماعة الموضوع ده لانه موضوع مهم جدا وموضوع زي ما سيادة المستشار قال هيبقى موضوع مهم جدا في محاربة الفساد اللي بيهدف لي سيادة الرئيس ساعدين بوجودك معنا سيادة المستشار ولينا لقاءات جاية كتير وهتبقى معانا ان شاء الله وهنكمل بقيت رؤيتك للموضوع بإذن الله وأشكر حضرتك سيادة المستشار محمد أبو العز نورتنا فندم النهاردة سعادة بحضرتك كان معكم محمد سلطان في برنامج كنوز الحياة شرفتونا اشتركوا في القناة